أعنف الهجمات وقعت في مدينة كاركوك شمال العراق والتي عادة ما تستهدف المقرات الأمنية وسياسية فيها هذه المرة كان مجمع أزادي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط المدينة خلف الهجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري عددا من القتلى وعشرات الجرحة وحالة من الذعر بين السكان وخسائر مادية كبيرة والله هذا مو وضعية يعني الحكومة إذا ما تقدر سوينا حل خلت روح أحسن لنا يعني أنا شتواقف يوم السيارة انفجرت عليه الله سبحانه وتعالى هو اللي تطلعني من عندها وبعدين صحنا الشرطة كلهم فحصوها وقالوا مو فحصها قالوا هسا يجي السيارات المتفجرات يفحصها وما أجت يعني ما أدري هاي الحكومة وين راح يوديناهم وعلى بعد ثمانين كيلو مترا إلى الجنوب من كاركوك وفيتوس خورماتو هجوم آخر يستهدف مقر طوارئ السليمانية القريب من أحد المباني التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس جلال الطالباني موقعا قتلى وجرحا أما في العاصمة بغداد فقد أدت ثلاثة هجمات متفرقة إلى سقوط عدد من القتلى بينهم ثلاثة من رجال الشرطة الهجمات وقعت في حي الكرادة وحي الشعب شمال العاصمة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات غير أن أصابع الاتهام وجهت إلى دولة العراق الإسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة وينظر إلى ما وقع في مدينة كاركوك الغنية بالنفط لأنه رسالة سياسية خاصة وأن المدينة محل نزاعا حاد بين الشمال العراق والعاصمة بغداد يشار إلى أن سلسلة الهجمات هذه وقعت غدا تغتيال النائب عن القائمة العراقية عيفان سعدون العساوي المعروف بتصديه لتنظيم القاعدة وهو ما ينظر بزيادة حدة الأزمة السياسية القائمة بين رئيس الوزراء نور المالك وحلفائه في القائمة العراقية التي يهيمن عليها السنة وفأ زيان بي بي سي